الناخب الوطني وليد الرجراجي قال إن المباراة التي سيخوضها المنتخب المغربي ضد نظيره الليبيري تشكل فرصة سانحة للتحضير الجيد لبطولة كأس أمم إفريقيا المزمع تنظيمها بكود ديفوار من 13 من شهر يناير إلى 11 من شهر فبراير 2024 خلال ندوة صحفية عقدها بقاعة المؤتمرات بالملعب الكبير لمدينة أغادير أكد الناخب الوطني أننا نلعب على أرضنا ويجب علينا إيجاد الحلول للفوز على المنتخب الليبيري القوي الذي يعتمد في لعبه على خطة دفاعية كما أبرز الناخب الوطني ضرورة إنهاء هذه التصفيات على رأس المجموعة قبل انطلاق المنافسة القارية وأضف وليد الرجراجي أنه طيلة هذا الأسبوع استعدت العناصر الوطنية بشكل جيد لهذه المقابلة مشددا على ضرورة الحفاظ على روح الانتصار لتحقيق نتائج إيجابية هذا وكان المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يلعب ضمن المجموعة 11 كان قد ضمن تذكرة المرور إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستجرى بكود ديفوار العام المقبل